اندبندنت عربية بودكاست بودكاست كيف الصحة مع الدكتورة يارا المهتدي مرحبا أنا الدكتورة يارا المهتدي في بودكاست كيف الصحة اليوم موضوعني عن جراحة السمنة وضيفنا اليوم معانا الدكتور نايف العنزي استجاري جراحة السمنة وايضا حاصل على الزمالة الامريكية والكندية في جراحة السمنة والمناظير اهلين فيك دكتور يا هلا وسهلا حياك الله يا دكتورة وسعيد بوجودي معك الله يخليك احنا اكثر الحين السمنة كثير منتشرة في العالم شرق الاوسط وفي العالم ووهو صنفتها كمرض انه مرض مو حالة فهل نقدر نعتبر انه السمنة هي مرض العصر؟ في الوقت الحالي طبعا احنا نعترف بانه السمنة اصبحت مرض والمرض هذا بدأ ينتشر بطريقة مزعجة كثير من المفاهيم الخاطئ اللي كانت في فترة من الفترات تقول انه السمنة صحة او عافية لو كان طفل موجود في البيت يعاني من سمنة صحيح هذه السمنة لما توصل الى مضاعفات معينة زي السكر مرض السكري من النوع الثاني مرض الضغط ارتفاع الكوليسترول الدهون الثلاثية هذه كلها مضاعفات معروفة كأحدى المسببات تها الاساسية لتكون السمنة صحيح فسنة من السنوات يعني تراكم الموضوع اللي هو السمنة 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 فكان في اخر اعتقد قبل كم سنة ترفت وقتها منظمة الصحة العالمية بانها مرض وانها مرض لوحده يحتاج انه علاجي لانه اكتشفوا انه احنا نعالج فترة من الفترات مرض السكر لعشر سنوات خمسة عشر سنة لكن لما احنا قضينا على السمنة وجدنا انه مرض السكر اختفى لكن احنا قاعدين نعالج مرض ثانوي من مرض اساسي فبدل ما نعالج المرض الثانوي اذهب للأساس وعالج السمنة مجرد ما تعالج السمنة انت علاجت امراض كثيرة ناتجه من السمنة صحيح دكتور طيب هل السمنة تحس هي نتيجة لخيارات فردية او لنمط صحي نمط مش صحي نمط حياة معينة والله في الايام هذه ما اعتقد انها خيارات شخصية وفردية احنا يمكن متشاركين فيها كثير من الجهات يعني ان كان من المستوى الفرد او كان من مستوى المجتمع احنا طبعا لما نتكلم عن انه انتشاره داخل المجتمع بسبب التصرفات الغذائية الغير صحيحة من الافراد سواء كانوا في مراحل مراهقة سواء كانوا في الكبار سواء في مستوسط العمر في الاخير هي يعني نعول بنسبة كبيرة على طريقة التغذية اذا كان الطريقة التغذية سيئة الشخص ما يلتزم بمعايير جيدة احنا طبعا الاكل جميل وكل واحد يحب الاكل صحيح وما في خلاف على هذا الامر لكن الموضوع يحتاج انه يقنن بحيث انه ما نصل الى يوم من الايام انه نبحث عن حلول لعلاج مرضى السمنة اللي نعاني منه ناهيك انه كثير من الناس ما تستخدم الرياضة بالطريقة الصحيحة صحيح لو كان المسجد بجنب البيت يضطر ان يركب السيارة ويروح المسجد وهو تقريبا اربع او خمس دقائق ما يحاول يستغل الاشياء اللي قريبة من حوله على اساس انه يستفيد منها في انها رياضة من ناحية وصحة من ناحية اخرى بالاكس يركب السيارة اقل المشوار ما ياخذ جهد بهذا الامر الكل واحد ياخذ الطريقة الاسهل حياتنا صارت يمكن كمان اقاحة سريع فالكل بيختار الاسهل حتى في خيرات الغذاء زي ما تفضلت بالضبط الآن تكنولوجيا التكنولوجيا اصبحت سلاح ذو حدين عند كثير من الناس الآن مثلا نتفرج على التلفزيون وقت الاكل موجود فبلا شعور ناكل بطريقة اكثر من الحاجة ليش لانه احنا منسجمين اساسا مع التلفزيون منسجمين مع الكمبيوتر منسجمين مع المسلسلات مع الايباد مع الجوال فما في تركيز على ايش اللي قاعد يصير نوعية الاكل والجودة الاكل طيب دكتور الحلول يعني انا كمجالي في التغذية عارفين الحلول لا وزي ما شوية تفضلت المسببات هيكون العلاج عن طريقة اللي هو حمية او نسميه نظام غذائي الصحي وكمان ممارسة الرياضة لو ما تمشي وقتها ايش الحلول ممكن تستخدموها والله شوفي هي طبعا لازم نعرف انه التغذية والرياضة يمشون في خطين متوازيين ما ينفع انه احنا نقلل في شيء ونزيد في شيء فالاخير الموازنة ما هتكون جيدة او النتائج ما هتكون جيدة فلابد انهم يمشون في خطين متوازيين عشان نحصل على نتائج ممتازة يعني الشيء بالشيء يذكر ان اذكر احد المرضى كان يعني يصور لي وهو في الجيم وكان يعني الرجل ما شاء الله يعني نسبة الرياضة كانت هندو مرة ممتازة بعد ربع ساعة ونصة يرسل لي انه كان يأكل بورقر فيعني قلت ان انت حركته الان عوضت واضعاف الاضعاف صحيح فالخيارات طبعا في حال انه الرجيم طبعا اسم مسمى الرجيم بالنسبة للناس ترى في لغط كثير وبعدين يجيب لهم الكآبة والنقاسي وفي حرمان انا دائما يعني الناس مستوعبين انه في حرمان بس انا اشوف انه لا هو الرجيم الكلمة باللغة الانجليزية معناها نظام ممكن يكون نظام غذائي صحي او غير صحي يعني هو لو احد صار له مدة مشي على زي ما تفضلت من شوية نظام غذائي والرياضة وما مشي مع الموضوع وقتها ممكن يلجأ للجراحة صح؟ جراحة السمنة فيه طبعا خيارات كثيرة قبل احنا لنلجأ للتدخلات الجراحية وبحكم انه انا جراح فنفضل هذا الامر لكن احب التدرج طبعا مع المريض ولا حسب معيير معينة تخص الجراحة صحي فما كل مريض يحتاج انه يدخل الى عمليات جراحية لكن التدرج في العلاجات الغير تيادية من الحمية والرياضة نصل الى بعدها تدخلات الغير جراحية تدخلات الغير جراحية تشمل الادوية وتشمل التدخلات اللي هي زي البالون او بمختلف مسماها او مدة بقاعة في جسم الانسان فهذه تدخلات غير جراحية في حال انه والله كانت المعايير الصحية او الجراحية مناسبة للمريض انه يدخل الجراحة فما يمنع انه احنا ننتقل الى مرحلة التدخل الجراحي طب ايش المعايير لما تقول معايير انا عارفة مثلا المعدل كتلة الجسم اللي هو البي ام اي لازم يكون رقمه معين صح هذه من الاسباب اللي ممكن يخلي الشخص ينفع يسوي عملية صح ايه مؤشر كتلة الجسم طبعا هو زي ما تفضلتي اللي هو البي ام اي يعني حسبة بسيطة المعادلة تقول انه قسمة اللي هو الوزن بالكيلو جرامات على مربع الطول الناتج الطبيعي عند الانسان الطبيعي يكون ما بين 19 الى 24.9 الى المعدل الطبيعي نبدأ من 25 الى 29.9 فاحنا دخلنا في زيادة الوزن وليست سمنة كثير تصير عندهم لخبطة في هذا الموضوع اكثر من الثلاثين احنا دخلنا في بداية السمنة هي السمنة درجة الاولى يا سلام عليك فمجرد ما ندخل الثلاثين احنا دخلنا في نطاق السمنة نجي احنا بعدها نقسمها نقول الان من ثلاثين الى 34.9 هذه السمنة من الدرجة الاولى من 35 الى 39.9 فهذه السمنة من الدرجة الثانية من 40 فاعلى احنا دخلنا في مرحلة اللي هو السمنة المفرطة او الثالثة طبعا التدرج فيها كدرجات هي ليست انه في بعضهم يقول احنا لما نقول واحد هي الاخطر ولا الاسهل احنا نتكلم عن مرحلة سمنة هي الاقل تدريجيا ولما نطلع من واحد الى ثلاثة نطلع تصاعدي صحيح فتزداد حدة السمنة عند الانسان بضطة لانه نسبة الدون هتزيد في العادة وهتزيد نسبة تعرض للمشاكل والامراض نعم الامراض المصاحب لها طيب المعايير كبياماي كام لازم يكون رقم البياماي مثلا ايوه فاحنا لما نتكلم عن ثلاثين فاعلى فاحنا دخلنا في مرحلة السمنة هنا اذا كان المريض يحتاجون انه يعمل عملية من سواء كان في الدرجة الاولى او الثانية او الثلاثة نعم هي بالامكان ميزة العمليات كانت في السابق يعني تعمل فقط من 40 ككتلة من 40 فقط لا يعني لابد ان يكون عنده سمنة 40 وطالع نعم وبعدها صارت 35 أو كان في وقتها خمسة متزامن اعني انها 35 الى اللي هو السمنة من الدرجة الثانية مناسبة لهم اذا كان يعاني من الضغط السكر او امراض مزمنة اكتشف بعض الباحثين انه في بعض الناس اللي يعانون من السمنة خصوصا الدرجة الثانية لما يعملون عمليات اللي هو تكميم تحديدا نسبة للشفاء جدا عالية من مراض اللي هو السكري وقررتها بعد ذلك اللي هو الجمعية الامريكية لمراض السكر بانها احدى الحلول المناسبة لعلاج مراض السكري بدينا طبعا انا بدينا نشتغل على هذا الموضوع نعم بدنا نعمل حالات اللي اكثر من 30 ككتلة جسم وبدينا نشوف حالات يعني جدا ايجابية ممتازة نتائج ايجابية في دراسات يمكن وقاعدين نشوف في ناس يمكن حولينا سووا اردي سووا الجراحة وبعد ثلاث اربع سنوات في كثير الوزن قاعد يرجع ايش السبب؟ طبعا هذه لازم نصحح المفهوم لانه هذا السؤال جاني انا تقريبا قبل كم يوم انه ليست بالضرورة انه الانسان يزيد في الوزن احنا نتفق انه العمليات الجراحية هي وسائل مساعدة وليست علاجية صحيح علاجية لما احنا نتكلم عن وجود امراض مزمنة لانه مجرد اتخلص من الوزن فاتخلصت من المرض المزمنة اللي يعاني منه لكن لو نفرض ما عنده امراض مزمنة فهي مساعدة في نزولك في الوزن فما تعالج مرض السمنة ما تعالجه هي بتساعده لكن توجهك بالطريقة الصحيح العملية هي تغيير نظام صحي صح تعدل سلوكك الغذائي وسلوكك اللي هو الرياضي اللي هو اسلوب الحياة وجودة الحياة كلها تتغيير جودة الحياة بالضبط فاذا ما تغيرت حنجي بعد سنة سنتين حنسمن مرة ثانية صح اذا عندك امراض راحت حترجع لك مرة ثانية بالضبط الاغلب الناس اللي يصير معهم للأسف المفروض ان يصير عندهم حب للموالح صح بعد العملية عندنا هنا طبعا هذا انا اتكلم اللي انا شفته في في امريكا عندنا ما شاء الله هنا لا العكس فيجيهم عشق اللي هو الحلاء الحلاء عدو التكميم دائما انا اذكر هذا الشيء لانه اه يجي يقول لي المريض انا مثلا ما ااكل كثير لو انت شفتني كاني الان الحين بعد سنة ونص كاني انا في مرحلة البدايات اول السؤال اجي اقول له هل الحلاء موجود في برنامج اقل بالله كثير اش اللي يصير انت تعرف ان الحلويات او السكريات بشكل عام تذوب في الفم وهي سعرات سعرات هذه تتحول الى دهون دهوما صحي فكل ما زادت كمياتها كل ما زاد كمية الدهون في نسبة الجسم صح فاللي يصير عندنا هنا لو جينا للمعدة سنلقاها وضعها ممتاز اي نعم يعني بعد فترة من الزمن بيصير عندنا توسع طبيعي زي تتمدد طبيعيا وهذا امر جدا طبيعي تصل تقريبا الى 10% هذا ما يختلف الى اثنين لكن المشكلة وين انه نجد حجم المعدة كويسة المشكلة انه كميات الدهون اللي حوالين المعدة تكون عالية فهي اللي تزيد لنا في الوزن فتأثر على المنطقة الشكل العام منطقة اللي والخصر اليدين الافخاذ هذي كلها تتأثر بزيادة كميات الدهون في الجسم نعم صح طيب في ناس بعد العملية نحس مثلا شكلهم يتعب شكلهم كبر او تعب في ناس معيني مون كل فايش يكون سبب هالموضوع هل مقعدين ياخدوا فيتامينات كفاية مقعدين ياخدوا بروتين ممكن ايش تحس السبب والله شوفي انا اسمع الكلام هذا لكن انا دايما اشوف الناس ايجابيين يعني دايما اشوف في وجه مرضين والاشكال جميلة صراحة تغير من شخص كبير انا اشوف السمنة تعطي كبر في العمر اكثر اكيد من من النحو بالاكس انت لما ترجع الى وضعك الطبيعي هنا تبان صغرك في عمرك وصغرك في اه الشكل الناس اللي تصير تصل الى المرحلة اللي ذكرتها للأسف ما يلتزموا في التعليمات اللي يعطيها الطبيب صحيح ما يلتزموا بالتعليمات الخاصة بالتغذية الاغلب منهم يكون مهمل في اه طريقة اكله اه فبعضهم يصير عندهم رحبة من الخوف او خوف من الاكل كردة فعلك عشان ما يرجع اسمن لما يشوف النتائج المبهرة يقولك لا لا انا ما بغى اكل لانه خايف انه انا ارجع لذاك الشخص المخيف فهنا يصل الى ردة فعل عكسية فيبدأ في النحف الشديد هتلقين الاعظام بدأت تبان الاكتاب بدأت تبرز اكثر صحيح والتعب والاشهاد اللي يبان على الوجه كأن الواحد مقاعد ينام او في اراق او في صح هنا هنا نقول احنا طبعا في مجموعة ما يلتزم بالفايتامنز اللي نعطيها بعد العملية هو يتوقع انه لا هذه مكمل ما نحتاجه لا هي تحتاجه لفترة معينة عشان كده التحاليل الدورية امر مهم بعد العملية فترة ثلاثة اشهر ستة اشهر تسات اشهر لازم متابعة مع طبيبه مع اخصائي تغذية فاذا اذا فقدنا هذا هنفقد النظارة في الوجه هنفقد المسل ماس اللي هي العضلات كتلة العضلية هذه كلها هنفقدها طيب الحين اش الروتين او النظام اللي لازم يتبعوا المريض بعد العملية على طول البعد العملية هي مرحلة مهمة اهم من مرحلة ما قبل العملية اوش المفهوم العام انه انا في اللا وعي لابد يتغير فبعضهم ما زال في مرحلة ما قبل العملية من طريقة الاكل والشرب احنا نعيش في مرحلة ابتدائية بعد العملية مباشرة المريض يكون موجود في المستشفى بعدين يطلع الفترة الاولى والمرحلة الاولى تكون فقط موية المرحلة الثانية هتكون اللي هو الموية بالاضافة الى العصائر الشفافة الشوربات الشفافة اي حاجة في حكم او لون الموية الليكويد او السائل السائل الشفاف هذا في المرحلة الثانية تختلف طبعا اختلاف المدد اللي ممكن يجلس فيها طبعا كل طبيب ونظامه الغذائي لكن بشكل عام المرحلة اللي هي اولي 24 ساعة المرحلة الثانية تصل الى ثلاثة ايام المرحلة الثالثة اللي هي السوائل السميكة اللي نسميها الثيك ليكويد المرحلة الرابعة اللي ندخل فيه المطحون طبعا هنا اختلافها هل تكون سبوعين او ثلاثة هذا باختلاف نظرة الطبيب مرحلة المهروس ايضا في سبوعين الى ثلاثة بعدها المرحلة العادية او الاكل الطبيعي مدة البرنامج عادة ان تكون ما بين شهر ونص الى شهر شهرين الى سبوع تقريبا طبعا هذا في ناس تتساءل ليش مجبور انه انا امسك برنامج غذائي وامشي عالية ليش معاكل طبيعي من اول يوم العملية فنقول احنا هذا نقول الهدف منه هو تعويد اول الجسم يتعود على الشكل الجديد للمعدة صحيح اثنين معدتك تتعود على كمية اكل يعني ما ينفع انه انا اصطم المعدة بكمية اكل الصلب عالية في الدهون او ممكن اتصلنا الى مشاكل احنا في جسمك في الهضم حتى ممكن المعدة ايضا توها لسه في بدايتها فالتئام ها يأخذ وقتها لبما يتماسك وما يصير لها اضرار من قدر الله في اي مشاكل في المستقبل هذا من ناحية اللي هو التغذية طبعا تتزامن معها امرين اولا الادوية اللي يأخذها المريض في مرحلة مبادئة العملية هذه تستمر ادوية المسيلة للدم وادوية الالم والغثيان طبيعي هي تابعة لأي عملية تابعة لأي عملية لبادها اللي هم مكملات او اللي تستمر ما بين شهر الى شهرين في عمليات تكميم شهر الى شهرين في كثير يعتقدون انه والله انا استخدم الوايتامين طول عمري لا نخلط بين التكميم وعمليات تحويل المسار تحويل المسار نعم في نوعيات من الفايتامينز ناخذها على طول العمر صحيح لانه هي تأثر امتصاص يا سلام عليك مكان مكان الامتصاص الفايتامينز هتكون غير موجودة فنحتاج نعوضها بايتامينز خارجية هذه في عملية تحويل المسار اما بالنسبة للتكميم هي تكون تصغير لحجم المعدة بدل ما يكون حجمها مثلا خمسة لتر يرجع حجمها الى مية وخمسين منلي مثلا فهنا ما يقلل الامتصاص لكن هنا نحتاج انه نعوض لانه اصلا بطبيعة الحال المريض اللي يعاني من السمنة احنا نسمي عنده اصلا سوء تغذية لانه ما ياخذ الغذاء الصحيح بالضبط الجودة للطعام يعني ما رح تكون جيدة بالضبط وتكون طبعا اغلبها وعنده مكس فيتامينات بالضبط كل الاكل اللي ياخذه اغلبه دهون واغلبه سكريات وسكريات فكميات الوايتامينز الاساسية اللي ممكن نلقاها في الطعام مش موجودة عندنا بالضبط فنجد انه نشتغل عليه بالضبط نحتاج انه نعوض هذا كله بعد العملية صحيح كذا المحالي او التحاليل اللي تكون الدورية بعد ثلاثة اشهر وستة امرة مهمة طبعا عشان نشوف ايش قاعد يصير لانه اعطينا المكملات الغذائية ونظام غذائي صحي كيف قاعد يتطور بالضبط طيب ايش نصيحتك للحفاظ على نتائج العملية بعد مثلا ستة شهور واحد الحين سوى عملية عشر واحد يحافظ على عشر كيلو العشرين كيلو لنزلهم في ستة شهور مثلا هي نقاط معينة اول حاجة التزام انك انت تتابع مع طبيبك والتواصل معه بشكل مستمر لهذا بيحلك مشاكل كثيرة ويغير اشياء كثيرة في نظام حياتك المستقبلي لا تأخذ موضوع المتابع مع مختص التغذية بطريقة خفيفة او انك ما تحرص عليها الحرص على الطبيب كجراح يهمه نتائج العملية في المستقبل فلما احنا نجي في نص المشوار نحتاج انه نجلس مع الطبيب عشان نعرف ايش السلوكيات الخطأ اللي انا ماشي فيها ويصححني ما نجي بعد مدة طويلة ونبدأ نصحح الأخطاء وتكون وقتها فات علينا الأمر التصحيح فالجراح يعالجك اي حاجة لها علاقة بالعملية لكن مختص التغذية حيكون معاك في اول باول فيما يخص تغذيتك ونتائجك الايجابية اللي انت ستحصلها على المرحلة القادمة اثنين لا نستهين في الأدوية ولا نستهين بالفايتمينز اللي يعطيها الطبيب للأسف كثير من الناس يتوقعون انه والله الفايتمينز هذه اشياء الدكتور حريص بزيادة علينا صحيح انه ما لها تأثير قوي هذا غير صحيح لا بد انه يلتزم الطبيب الاخير مش خسران حاجة يعني هو يعطيك الأدوية ما تكون الا لمصلحتك لو ما في شيء لمصلحتك ما هيصرف لك الدواء صحيح وبالنسبة للعامل النفسي لانه احيانا نسمع في ناس كثير بعد العملية النفسية بتتأثر فكمان ممكن ننصحهم يتابعوا مع اخصائي نفسي او انا اشوف والله يشوف اللي يعاني من الامور النفسية او الاكتئاب اللي يصير بعد العملية انا اعزي كثير لمرحلة ما قبل العملية بالعكس انت لما تكون انسان وزنك 200 كيلو وترجع الى انسان طبيعي وزنك مثلا 90 كيلو فانت انسان مختلف تماما بالعكس انا اشوف النفسية ترجع المفروض انها تكون افضل بكثير تتحسن في بعضهم يقولك لا انت انسان سمين لا خليك انت دمك حلو خفيف وضليل صحيح قد يكون ما هو صحيح في داخله لكن اللي في داخله مختلف عن الشيء اللي يظهره للناس فيحاول انه يوديكم افضل ما عنده عشان يعني يغير الصورة الشخصية اللي في داخله